تنقض الساعات الأخيرة من الهدنة وسط حراك دبلوماسي دولي عالي المستوى في محاولة لنفخ الروح فيها وتمديدها فقد وصل حديثاً وفد عماني إلى صنعاء للتشاور مع ميليشيا الحوثي حول التطورات المتعلقة بالهدنة ومقترحات المبعوث الأممي بشأن القضايا الإنسانية والاقتصادية سبق الوفد سفير ألمانيا في اليمن الذي زار صنعاء والتقى بوزير خارجية الحوثيين الهدنة التي تحولت إلى ملف مساومات لدى الميليشيا لتثبيت موقعها وتمرير المزيد من أوراقها على حساب اليمنيين يبدو أنها ستنتهي كما بدأت تقول سفيرة الأولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس إن الهدنة الأممية السارية في اليمن ضعيفة للغاية وإن الحوثيين اتخذوا بعض الإجراءات التي لا تصب في مصلحة السلام مؤكدة أن على الإدارة الأمريكية مؤصلة الضغط على الميليشيا والعمل نيابة عن الشعب اليمني من جهة يبدو المجلس الرئاسي متحفظا أمام هذه المساعي فرغم حديث وزير الخارجية الدكتور أحمد بن مبارك عن رسالة المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس جروندبرغ حول الهدنة والإطار المقترح لتمديدها إلا أن مغادرة المبعوث الأممي العاصمة المؤقتة عدن بعد فجله بالالتقاء بمجلس القيادة الرئاسي يؤكد امتعاضة المجلس من الموقف الأممي المتراخي مع الميليشيا فخلال أشهر الهدنة السابقة ورغم تنص للميليشيا من كل مواثيق الهدنة وخروقاتها وانتهاكاتها المستمرة في مختلف الجبهات وصولا لموقفها المتصلب الرافض لفك حصاري تعز تذهب المزيد من الضغوط نحو المجلس الرئاسي لتقديم المزيد من التنازلات يقول مراقبون إن الهدنة وفق المفهوم الحاصل هو توقف التصعيد العسكري بين السعودية والحوثيين أما اليمنيون فلم تشملهم هذه الهدنة المزعومة بعين الخيبة ينظر اليمنيون إلى الجهود المكثفة لتمديد الهدنة للمرة الثانية وقد بات من الواضح أن الهدنة وفق مفهوم الحوثيين هدف لتحقيق المزيد من المصالح في حين يراها المبعوث الأممي أكبر مكاسبه التي حققها في مسيرته المهنية وليس من السهل التخلي عنها حتى وإن لم يقدم لليمنيين شيئا على صعيد السلام اشتركوا في القناة